عليكم السلامة أحباتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسأله أحمد صفحي منظور وهذه الحلقة عن الاستنجاء يعني من حوالي 40 سنة كده صديق لي عنده أخت في التعليم الأزهاري في الإعدادة وبتقرى كتاب الفقه وحاجات مش عارف تفهمها فسألته وهو طبعا راجل في كلية العلوم فمش عارف فقالي تعال اشرح عليها الحاجات دي لو سبعت فتحت الكتاب أريدت اللي موجود طبعا الكلام ده كنت أنا كان مقرر علينا زمان في الإخناع في حل ألفاظي أبي شجاع وكنا بنقرف منه بس احنا شباب يعني احنا رجالة يعني ما يهمناش لكن حين يدرس هذا الكلام عن الاستنجاء وازي تستنجي والاستنجاء بالحجر وكذا وكذا الموضوع ده كان يقرر الكتاب وبعدين جاء سؤال هنا يعني يسأل عن موضوع الاستنجاء ويلاحظ ملاحظة مهمة أن كلب الاستنجاء مش موجودة في القرآن يعني الاستنجاء ده تعبير تراثي مش موجود في القرآن فأنا أحييه على هذه الملاحظة ويسأل بقولك يعني ليه لم يأتي في القرآن الكريم التفاصيل بقى الاستنجاء لأن الحاجات ده يعني موجودة بقى الاستنجاء بالحجر والاستنجاء بالماء أو الجمع بين الماء والحجر وأقول هناك بقى آلاف الصفحات فيما يسمى بالفقه سواء الفقه سني أو فقه غيره كلها كتبت في موضوع زي الزيت تنظف نفسك يعني طبعا قبل الوضوء بالذات يعني هما نسوا شيء مهم جدا إن هذا الفارق بين الإنسان والحاوة يعني البقرة أو الفرسة أو الحمار أو الغزالة في الصحرة كلها يعني بتتبرز وكذا وكذا وما بتنظفش نفسها ووضع طبيعي لكن الإنسان عنده إنه هو ينظف نفسه والأم من العيل هو صغير لما يقرد منه بول أو براز بتبتدي هي تنظفه والآخر دي أشياء موجودة من زمان مش محتاجة أن أنت تكتب فيها كل الصفحات دي وتعملها بهذا النظام ده يعني يوضح إلى أي مدى يعني هبط الفقه السني بالذات في هذه المواضيع يعني هم أسرفوا على أنفسهم وعلى المسلمين أو على المحمدين في تفرعات الطهارة الزاتية والشعطية التي يقوم بها الإنسان الطهر من بول والغاية وأضفوا بها تفصيلات شنيعة منها لسه موجودة لغاية دلوقتي في كتب الفقه المقررة في الأزهر الشريف جدا المهم إنه إيه إنه الكلام ده كله يعني بيجيب عار لأنه طبعا هو كان موجود في العصور الوسطى وكان موجود حكاة إن أنت تستنجي بالحجر في مين بيعمل كده لينبي لكن ده لسه موجود أو تستنجي بالماء وبعد الحجر إلى آخره ويعني جايبين أحاديث في هذا ولا كله يدل على وضاعة الفقه السني ربنا سبحانه وتعالى الكلمة واحدة في الموضوع يعني أجلك يعني أو جاء أحد منكم من الغائط بس وده بقى لقوم يعقلون انت جاي من الغائط يبقى لابد أن تكون نظفت نفسك مش هقولك التنظف لأنه هو بكلم ناس بتفهم ما فيش واحد هكون جاي وبده خش في الصلاة وبده يقعد مع الناس وهو لم أخزع لكن بقى الفقه السني امتلأ بهذا الهجس الهجس النجس أنا وأنا آسف جدا أنا هستشهد بما قاله الغزالي في علامة علوم الدين في موضوع الطهارة الغزالي في علامة علوم الدين يقول لك روى حديثا طبعا ده حديث شيطان يقول فيه أحدهم علمنا رسول الله كل شيء حتى الخراءة طبعا معروفة الخراءة يعني من كلمة خاردية على الفكرة هي كلمة لغة عربية يعني فصيحة يعني فقال لك فأمرنا ألا نستنجي بعظم ولا روث روث اللي هو يعني الغائط بتاع البهاي وانا هنا نستقبل القبلة بغائط أو بول يعني طبوح حديث مزانة وأعرف القبلة فين طيب ماشي وبعدين بقى ده حديث سلمان وبعدين حديث ثاني برضو مسلم أعلم رسول الله كل شيء حتى الخراءة أخرجه مسلم وقال الرجل لبعض صحابة العربية وقالت خاصمه لا أحسبك تحسن الخراء قال بلى وأبيك إني لا أحسنها وإني لحاذق فيها أبعد الأثر وأعد المدر وأستقبله الشيح وأستقبله الريح وأقع إقاء الظبي وأجفل أجفال النعام قصة طويلة أو يعني إنما كل واحد بدي أعمل القصص دي حيقول له إنساك بس بقى بقولك ده حديث منتفق عليه بقولك ومن الرغصة بيقول للإنسان قريبة من صاحبه مستترا عنه يعني لما تيجي تتبول تبقى وراب من صفحك بس يعني مستترا عنه وحديثه بقول قريبة من صاحبه واتفق عليه وبين في حديث حزيفة أن الرسول طبعا الرسول بتاعه فعل ذلك مع الشجة حيائي يعني مع إنه حيال لك المقف لمواغذة يعني طرطر جنب الناس ومستترا لكي يعين يعلم الناس اللي يبين للناس كيفية الاستنجاء وبعدين ثم يستنجي لمقعدته المقعدة اللي هي المؤخرة يعني بثلاثة أحجار يكون مجال ثلاثة أحجار قد كده فإن أنقى يعني نظف كويس وإلا استعمل حجر رابع يعني نسوها مش دا منسين مع أحجار عشان قطر تقدر يعني تنظف نفسها فإن أنقى وإلا استعمالها خامسا يبقى إذا ما يشير معه خمسة حجر هو ماشي حجر كبير كده يعني وبس غابلك ما يكونش حجر فيه نتوئات لحسن يضيعه يعني يكون يعني أملس كده لأن القاءة واجب والإيثارة والإيثارة مستحب يعني يعمل ثلاث مرات يعني وقال صلى الله وعزيز أفر الله العظيم من استنجمر فليوتر يعني اللي هو يستنجد بالحجر لازم يعمل ثلاثة ثلاثة خمسة تسعة سبعة عشر ولك حديث من استجمر فليوتر متفق قلنا علي من حديثي أبي هرين بعد كده بقى ذكر الكيفية يعني وقال لك كان يعلمنا كل شيء حتى الخراءة إذن كان يععدهم كلهم وصد بعض بقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإنه تعرفوا كيفية يعني فأقول لك واخذ الحجر بيساره وضعه على مقدم المقعدة قبل موضع النجاسة ويمر بالمسح والإدارة إلى المؤخرة ويأخذ الثاني وضعه على المؤخرة كذلك وامره للمقدمة ويأخذ الثالث فيدور حول المشعر في إدارة في العصوة الإدارة ومسحة من المقدمة المؤخرة فإزاوث ويأخذ حجرا كبيرا بيمينه والقضيب اللي هو الذكر يعني بيساره ويمسح الحجر بقضيبه نهرك السود ويحرك اليسار فيمسح ثلاثا في ثلاثة مواضع أو في ثلاثة أحدار أو في ثلاثة مواضع من جدار إلى من جدار يعني إلى إلى يرى الرطوبة في محل المسح فإن حصل ذلك مرتين أتى بالثالثة وإن حصل بالرابعة استحب الخامسة للإيطار أشخة ربواتر يعني ثم أنتقم ذلك الموضع على موضع آخر والسنج بالماء بأن يفيده باللومنى على محل النجو يعني المؤخرة يعني ويدلك باليوسر حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بحس اللمس ويدركوا الاستقصاء فيه بالتعرض للباطني فإنه ذلك منبع الوسواس ولا علم أن كل ما صليه الماء فهو باطن ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة ما لا يقتصر وكل ما وزار وسبت الحكم النجاسة فحد الظهوري أن يصل الماء ليه فيزيله ولا معنى لسواس ويقول عند الفراغ ابن الاستجاء الله منطهر قلبنا النفاق وحصن فراج ابن الفواحش ويدلك كده بحائط رحمة سعيده بالحيط أو بالأرض إزالة للرائح طبعا كان من الأول يأخذ رايح إن بقت والجمع بيد الماء والحجر المستحب فقدروا أنه لما نزق السلامة سبحانه وتعالى فيه رجال محبون الطهر والله حبون الطهر قال رسول صلى الله عليه وسلم لأهل قباء مهزي الطهر التي أثنى بها الله عليكم قالوا كنا نجمع من الماء والحجر إلى آخر كلامنا طبعا فيه رجال محبون أنا طهر والله حبون الطهر التطهر هنا لو تطهر القلب شذاعب التطهر الجسدي شوفوا بقى المصائب بتاعة الفقه السن والتي لا تزال موجودة في كتب الأزهر الشريف جدا عليكم السلام